السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمغرب فان شاء الله سوف نقدم لكم اخر تحيات نماذج اعلامية ابتداء من زوال اليوم وكذلك الايام القادمة بحول الله فاولا اخي اختي داكن تشاهدوا القناة لأول مرة ويتربي ساليك اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا باذن الله ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا بالنسبة لتوقعتها الفترة الليلية وكذلك الايام القادمة فمن المرتقب باذن الله استمر المطار الخير في الفترة بعد الزوال على المناطق التالية على الشمال الغربي للملكاء على شفشاون وإساقن ووزان وسيد علال التازي وقررتبو محمد وتونات وكذلك سيد سليمان وبعض الزخط الضعيفة على الرباط وآكنول وتازا وأمطار نسبية ضعيفة كذلك على تطوان أما بالنسبة للحسيمة ستكون أجواء غاية محتمال بعض القطار الضعيفة والمتفرقة بالنسبة لأقاليم الجنوبية للملكة ستكون أجواء نسبية مستقرة إلى قليلة السحب بحول الله بالنسبة إن شاء الله ليوم الجمعة بحول الله فمن المتوقع بإذن الله أن تكون أمطار محاضرة إن شاء الله ستبدأ من أقصى شمال المملكة على طنجة وتطول قنيطرة وسوف تمتد إن شاء الله إلى عدة مناطق من المملكة على النظر والحسيمة وإساقن وآكنول والتاونات والتازا والتالة وقررتبو محمد والزان سيد علال التازي سيد سليمان والرباط والسالة والخميسات ومكناس وفاس والماز والروماني وبن سليمان والرباط والدار بيضاء وسلا والمحمدية وكذلك القارة وكبرشيد واسطاعة أولاد فرصي ديبانور والدية الجديدة وقد تصير بعض الزخاش المطارية حتى أسفي وخميس الأولاد الحاج بالنسبة لباقي المناطق الأخرى وأقادير ستكون أجواء غائمة بحول الله باحتمال زخاش مطارية كذلك على أفريكات وطانطان تبقى الأمطار نسبيا قوية على أغفال نير وأبطاح بالنسبة إن شاء الله لباقي المناطق الأخرى ستكون أجواء نسبيا مستقرة إلى قليلة سعب بالنسبة لفترة بعد الزوال فيتوقع استمرار هذه الأمطار الخير مع تساقطات تلوجها من فوق المرتفعة الأطلاص الكبير والموضو المعنية إن شاء الله فهي وجدة وبركان والنظور وكذلك الحسين ما ستكون بعض الزخات الضعيفة عن الواجهة متوسطة أمطار ضعيفة ومتفرقة والدريوش واشفشاون وكذلك تاونات قارة بمحمد والتازة أمطار جيد مهمة إن شاء الله على فاس ومكناس وتهلا سكورة مدز وإفران مع تساقطات تلجياء مهمة إن شاء الله والماس كذلك والروماني وبن سليمان والخميسات وخريبقة وزاوة شيخوة ابن ملال بإذن الله والبروج وقلع تسرغنو سديب عجمان وبن قرير وأزيلة ستكون بعض الزخات المطارية بحول الله وتساقطات تلجياء كتيفة فوق المرتفعات الأطلس بإذن الله مع تشاكل سقيع فوق المرتفعات الأطلس بالنسبة لفترة الليلية بإذن الله فيتوقع أن تبقى بعض تساقطات المطارية والتلجية فوق المرتفعات الأطلس كذلك خنيفة روى ابن ملال وكذلك أميدلت بإذن الله استبقى بعض تساقطات المطارية نسبة ضعيفة والمتفرقة مع تساقطات تلجياء بالنسبة إن شاء الله اليوم ستبقى إن شاء الله فالمرتقب بإذن الله تكون كذلك بعض تساقطات المطارية إن شاء الله على طرفها تبقى أمطار نسبية والعيون ستكون أمطارة جدا عاصفية وقوية جدا بالنسبة إن شاء الله كذلك الفترة المسائية فيتوقع أن تبقى بعض تساقطات المطارية على ربما تصل حتى السمارة بإذن الله ومرتفعات الريف ستكون بعض تساقطات المطارية بحول الله بالنسبة لليوم الأحد إن شاء الله فيتوقع أن تكون بعض تساقطات المطارية فوق الفاس وكذلك كيكو وتازة وتونات ووجدة وخنفرة والرباط وكيكو مع تساقطات بعض التلوش فوق مرتفعات الأطلس بالنسبة لليوم الأحد بحول الله فيتوقع أن تبقى أجواء مستقرة بدون تغير كبير وبالنسبة كذلك اليوم الأثنين فأمن المتوقع بإذن الله أن تبقى الأجواء مستقرة ومشان الله إذا كانت سقادمة أمطار الخير بإذن الله فيتوقع بإذن الله كذلك اليوم الأربعة واحد دجمبر بإذن الله فيتوقع كذلك استمرار أو اقتراب جبهة ممطرة بإذن الله وستؤدي إلى أمطار جد عصفية وقوية خصوصا على المناطق كذلك الوسطى والجديدة الوالدية الولاد فرج وسديب النور والسفي واليوسفية خمس مود الحاج والصوير ستكون أمطار جد قوية كذلك بنسبة اليوم الخامس فستمر بعض الزخط المطارية على السواحي الوسطى الملكة تبقى نسبيا ضعيفة ومتفرقة بالنسبة لأقاليم الجنوبية الملكة ستكون أجواء مستقرة إلى قليلات سحب بالنسبة لليوم الخامس إن شاء الله في الفترة الصباحية والمسائية ستكون أجواء مستقرة بالنسبة لليوم الجمعة ستكون بعد تساقطات المطارية بإذن الله على الجنوب الشرقي الملكة على الزاقورة بإذن الله بالنسبة لفترة الليلية بإذن الله فالمناطق بإذن الله كذلك تكون أجواء مستقرة إلى قليلات سحب بالنسبة ليوم السابق كذلك سبق توقع بإذن الله تبقى الأجواء وكذلك مستقرة إن شاء الله فهذه التوقعات البعيدة تتغير باستمرار فسوف نعلمكم بإجادة التوقعات إن شاء الله في فيديوهاتنا القادمة